بسم الله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله كنرحب بكم أخواتي نتمنى شاء الله تكونوا بألف خير يما بإذن الله سيقدم لكم عاصر منعيش وصحي واقتصادي جد اقتصادي أخواتي بالقرع الأخضر أو بالقرع الخضراء وكي يجيب حل أفوكادو يعني عاصر لي هو مميز جدا أخواتي نحتاج واحد الكيمية دي القرع الأخضر حسب أفرد الأساء وحسب الرغبة هنا يعني 400 غرام سوف نحتاجه إن شاء الله سوف نمره إن شاء الله للطريقة للتحضير بعد ما غسلته مزيان أخواتي تحاول تغسلوه مزيان تحيلو له ذاك الرأس من الأعلى وحتى ذاك الطرف من الأسفل ونقطعه إلى دوائر يفضل أخواتي تختار القرع يكون طري ويكون مازال قاسح واللون يكون خضر والحجم دياله يكون صغير ولأول مرة كتشاهل الفيديو ديالي كان أحب بها باش تشترك في القناة وتفعل جرس باش توصل بكل ما هو جديد إن شاء الله أدوا في الوقت العمل والقرع الأخضر قمع الأخضر وهو قطعها صغير بعد ما قطعه الكيميات في القرع الأخضر سوف نضع الكيميات ماء ونضع الكيميات اضافة الماء نضيف القرع نضيف القرع ثم نضيفه في تلاجة أو الكنجلاتور يبرد جيدا ثم نضيفه في تلاجة ثم نضيفه في تلاجة نضغط على القوام لا تضيفه في تلاجة لن يجب أن يكون لديك المدى لا تشعروا بها في العصير وكذلك لن يبرد نضيفه في تلاجة نضيفه في تلاجة ماء نضيفه في تلاجة الماء ونضيف العلبة الزبادي نضيفه في تلاجة البستاش ونضيف الماء أو الفانيلا نضيف سكر سند ونضيف السكر يمكن أن تنقصه أو تضيفه أكثر وعصير يمكن أن تستغنى على السكر أو تعوده بالعسل نضيف العناصير ونضيف الماء ونضيفه فاراتور يمكن أن تضيف الماء ونضيف الماء على أكثر تأخذها ونضيف المأساة ونضيفها سوف نضيف الماء الدولة يكون في الثلاجة نقدمه مباشرة القوام رائع هنا القوام لا يوجد خفيف لا يوجد تقل بالزر لا يوجد تقل على هذا غير تنقصه في كمية الماء شكرا لكم شكرا لكم على المتابعة لا تنسوا لايك الفيديو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته